المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إلى قضية اليوم والتي نفتح فيها ملف المخدرات والمؤثرات العقلية في السلطنة التي دخلت بيوتا كانت سعيدة فأحزنتها وأصبحت تهدد كثيرين شباب المجتمع بل المجتمع بأسره وتدفع بهم إلى القيام بما لا تحمد عقباه في قضية اليوم نناقش هذه الآفة وتأثيرها على الوطن والمواطن ودورها في استنزاف جهود وموارد كبيرة كان من الممكن توجيهها للتنمية والتطوير فما هي تفاصيل هذا الملف وآخر التطورات فيه السيلة نحاول معرفة إجابتها بعد هذا التقرير المخدرات آفة فتاك انتشرت بين الكثير من الشباب في مجتمعنا أسر باتت تشكي الحال بعد أن وقع أبناؤها ضحايا في فخ الإدمان فأصبحت تناشد من يأخذ بأيديهم لمساعدة أبنائهم في التخلص من هذا الواقع المؤلم ليعيدهم حيث كانوا إلى العمل والإنتاج أسر تأن الفقد ومجتمع يكافح آفة وأسباب كثيرة تؤدي إلى الإدمان منها جوانب أخلاقية وضعف في الوازع الديني وأسباب أخرى تعود إلى التنشئة الأسرية ورفقاء السوء وبالرغم من ازدياد عدد مدمني المخدرات وفي ظل تكتم الجهات المعنية عن الرقم الحقيقي لهؤلاء المدمنين يبقى السؤال حائرا عن جودة ومستوى الجهود المبذولة للحد منها وذلك قبل استشرائها واستفحالها في مجتمعين الفتيء وحدوث ما لا تحمد عقباه الحل يبقى في يد الأسر نفسها لحماية فلذات أكبادها من الوقوع في معمعة الإدمان ومشاكله وليبقوا بعيدا عن يد المساءلة القانونية التي تطال المروجين ولمناقشة هذه القضية نضم إلينا في الستوديو محمد بن إبراهيم الزجالي ناشط في مجال التوعية ضد المخدرات والمؤثرات العقلية محمد مرحبا بك معنا مرحبتين إن شاء الله تابعنا طبعا هذا التقرير محمد هل فعلا هذه بالفعل مشكلة تؤرق المجتمع والمجتمعات وكثير من المجتمعات نتحدث عن أعداد المتعاطين والمدمنين التي تنتشر حقيقة وهل هذه الأعداد بالفعل تلامس الواقع والله الأعداد للأسف هي مخيفة والعداد بدأ يزيد يوم بعد يوم ونفس الوقت نشكر جهود شرطة عمان سلطانية وكل الجهات المعنية هي اللجنة ووطنية شؤون المخدرات ووثاة عقلية وكل جهة تقايم على البلد ولكن للأسف للأسف الأعداد بدأت ما زالت تزيد ولمؤشر مخيف جدا نفس الوقت فئة العمرية صارت أصغر بكثير من السابق يعني في السابق كان واحد عمره عشرين فيما فوق الآن اكتشف 16 سنة هو حالة جدا صعبة وللأسف نفس الشيء العنصر النسائي بدأ يدخل قد يكون العنصر النساء دماء كثير ولكن لابد أن يكون مؤشر مخيف حتى لو حالة واحدة وشاب واحد فلازم احنا كلنا نجتهب والمؤشر نفس الشيء يدل على سبيل المثال أعطيكم إدارة العامة للمكافحة المخدرات صارت إدارة عامة الحين في السابق كان مكتب وصار قسم صار إدارة صار إدارة عامة معنات أن هذا الجهد بذي يكبر 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 معنات أن التجار ومنوجين المخدرات بناء على المعطيات الموجودة لابد أن يكون هذا الشيء يحاربوا بأقوى بكثير لأنه ما يكفي القسم ولا يكفي المكتب ولا يكفي شيء فصارت إدارة عامة لمكافحة المخدرات والكلام الجميل أن كل أرجاء السلطن الحمد اللي راح بيكون فيها الجهد يكافح المخدرات ولكن نفس الشيء ممكن أقول لكم مستشفى المسرّة اللي كان سرّة محدودة والأشياء صار عندنا مستشفى مسرّة وكلّف الحكومة بالملايين لو ما كان عندنا مخدرات قد يكون هذه المبالغ تروح فيماكن مدرسة أو شارع أو أي شيء يفيد المجتمع ولكن للأسف بسببة المخدرات بدأت تنتشر عندنا في بلدنا صار عندنا مستشفى بهذه الملايين اللي صرفت ونفس الشيء راح الحكومة على مدى طويلة راح تصرف الملايين ما فقط نقول في مبنى فقط بجانب تشغيلي بجانب أشياء كثيرة يتكلف الحكومة بالغ طائلة محمد يعني عفوذي نعم ذكرت أن الرقم مخيف مخيف جدا ما كمل رقم والله أنا بقتبس كلام الدكتور محمود زهر العبري رجل أنا أحترمه كثير وعنده شفافية بشكل جميل كان أحد الفعاليات التي كنت موجود فيه كان في حدوث 3000 وحاجة كذلك المسجل عندهم في أوراقهم رسمية رسمية تقدموا بالعلاج 2000 وحاجة مثلا ولكن هو قال على أرض الواقع ممكن تضرب هذا الرقم في ثلاث مرات أو أربع مرات فرجل صريح عنده شفافية القصد من كلامه هؤلاء الناس اللي تقدموا للعلاج فهم مدونين في أوراقهم رسمية على هذا الأساس ولكن للأسف في ناس ما تقدمت أو ناس راحت قضايا سرقة بسبب المخدرات يعني هذا الرقم ربما يتضاعف إلى ثلاث تضاعف أو ضعفين والله إذا كل أسرة ما اجتهد يحمي نفسه يحمي أسرته يحمي المجتمع اللي حواليه فللأسف الرقم بيتضاعف وللأسف أنا عندي أسر اللي احتكيت معهم يمكن أربع أخوان أو خمسة أخوان لكن أنا أثر فيني قصة قبل فترة بسيطة جدا واحد من أسرة واحد مرأة قالت لي تعرف أسرة ثماني أخوان مدونين مخدرات ومستعد أن أتأخذني للأسرة هذه ثمانية للأسف شديد أنا قد قد يمكن ما أصدقها قد كنا شيء مبالغ فيه لكن أقسمت المرأة أن قالت أنا مستعد أؤديك هذا البيت وتلتقي مع الأسرة فالرقم مخيف جدا يعني مخيف جدا للأسف المتهم الرئيس في التعاطي هم الذكور ولكنك أثرت أن الإناث أيضا يعني يشاركنا الذكور في هذا يعني في هذه الآفة يعني ما هي الأسباب قد يكون تأثروا لما قالوا المرأة نصف المجتمع قد يكون تأثير يعني ما أمزح معكم لكن قصد يعني الأسف حال الولد نفس حال البنت يعني فيه أسباب معينة والوازع الديني قد يكون وتفكه كل عائلة وللأسف العلاقات الغذائية الغير الشرعية والغير يعني منظمة بطريقة جبيلة يكون فيها الزواج على سنة الله ورسوله علاقة غرامية فاشلة فمن ضمن الأسباب أن البنت يتعرف على واحد جميل الشكل والقامة والأشاء قد يقول هذا الرجل هو اللي يسعدني في حياتي ويغرر بها ويغرر بها قد يكون تاجر ومروج مخدرات وهذا كثير من قصص اللي احتكيت مع البنات اللي كانوا أدخلوا في الإدمان سبب الرئيسة هو العلاقات الغذائية لا لا والله الحمد لله لشيء بشر والخير أنا ما كثير لكن لازم نحن نشتغل لا يزيد العدد هي لما تبدأ أكيد ستتضاعف إذا ما لم تتابع للأسف حتى هذا اللي نقول عنصر رجالي نفس الشيء بدأ على عدد ينعدوا أصابع اليد الحين للأسف صعبا أحسبهم بطريقة صحيحة وللأسف نفس الشيء هذا الشيء مارد أسيء لبلدنا عمان غالي علينا من شمالها جنوبها شرقها وغربها للأسف حتى المناطق البعيدة العاصمة اللي هي فيها كثافة سكانية واللي فيها اختلاط الثقافات والأشياء للأسف هي ما كان بعيدة المسقط صار متضررة يعني بالمخدرات ونفس الشيء قد يكون الجنوب يعني نسمع كثير هالين فصراء للأسف صاروا يعانوا فترة البسيطة إذن دعنا نتحدث عن الأماكن التي أصبحت فعلا مرتعا للترويج والتعاطي والله في ناس تتحسس لما نتكلم أنا كثير حاضر في المحاضرات و أنا ناشط قديم في هذا المجال لكن لما أتكلم أتقرق ببعض الأماكن يعني حبي لبلدي من شمالي جنوبي لكن في ناس نوعا ما تتحسس تقول ليش تذكر منطق البلان لأن أنا من المنطقة فأقول له مو مشكلة أنا بسكت انت تتكلم قول في منطقتك هل في مدمنين هل في أشياء هي الإساءة أظن أن الإساءة أن تسكت لما فهم خاطئ أن تسكت عن الخطأ لا بس القصد هو يحبه منطقته يحبه على أهالي يحبه غيرته لكن احنا عمانين في كل أحوال احنا كلنا نتكاتب ولكن خط الباطنة لو نتكلم خط الباطنة هذه المناطق تتعرض لمتسللين بشكل كبير والمتسلل لما يجي متسلح بقنابل يعني أكثر من قنابل هي مخدرات طبيعية لما تجي البلد يعني يخلطوها مع مواد ثانية تتضاعف مضاعفة يعني إذا أشرنا إلى مسألة يعني الحدود يعني حدود السلطنة يعني معروفة وأيضا هناك يتم التعامل ربما بشكل أو بآخر عادة هذه كيف تتم انتشار هؤلاء المهرمين هل من المراكز بطريقة أو بأخرى أو أن من خارج المراكز الحدود من خلال متابعتكم أنتم أيضا والله حسب ما أخوان شرط العمال السلطاني كثير المحاضرات كنت أحضرها كان الأخوان يقولوا سابقا أنهما نحن سلطنة عمان و دولة إمارات العربية المتحدة الشقيقة الدولة الجارة كنا نحن نقطة عبور سابقا ولكن لما في بعض الدول الخليجية الشقيقة نفس الشيء لما عملت الردع الأعدام والحاجات تشدده تحضر قانوني شديد جدا فتجار مروجين مخدرات توجههم يتغير للدولتين سلطنة عمان الإمارات ولكن الإمارات نفس الشيء طبقت القانون بشدة والأشياء فللأسف هما يتوجهوا العمان لأننا بحاجة أن الجهات المعنية بالقانون والأشياء تكون فيها صرامة خاصة للتجار ومروجين مخدرات ولكن نتعاطف كلنا كمجتمع كل الناس مع المدبنين مخدرات لأن ثم ضحايا قد يكون هو السبب قد يكون المجتمع قد يكون أشياء كثيرة ولكن في كل أحوال لازم نوقف معه عادة كيف يدخل هؤلاء من أي منفذ نعم الحين ما بيسوا واحد للأسف شديد نحن نشكر جهود أخوانا في دار العمل مكافحة المخدرات وكل الجهود اللي وقفت مع الناس أنه للأسف عن طريق البلع فالإنسان لو يبلع في بطله كيف الجهة الأمنية لا حتى ما في إنسان ممكن يعرف يعني يبلع المخدر ثم للأسف هي كلمة لغة المخدرات يقول تكرم الحمام يبيض مخدرات ولكن هي مخدرات نقية جدا فتحول لأضعاف مضاعفة وللأسف تدخل في أبدان شبابنا وبناتنا تهدم أسر تهدم مجتمع والكل صار يعاني لأن المدمن المخدرات يعني فيه مواد مخدرة معين مروفين وهروين جرعات بسيطة يدمن عليها فيستنفذ كل الموارد المالية اللي عنده محمد يعني أريد الوقت يعني بشكل مختصر كيف يتم التعامل القانونين مع المروج والمدمن هل القانون ضعيف فعلا والله أنا أتكلم بلسان المدمن لأني أنا مراجل قانوني صراحة ولكن أتكلم بلسان المدمن المصطلحات اللي هو ينطقها يقول احنا عنا صار عنا خبرة لما نروح المحاكم نعرف كيف نتكلم عن القاضي أو المقاومة السلبية تكرم فحص البول ما نعطيها على أساس أنه فيها فترة بسيطة بينما أنا لو عطيت فحص البول أرح فترة أطول فصار يعرف القانون وحافظ قانون وللأسف يدور الثغرات القانون يستغلف صالحه ولكن نفس الشيء مروجي التجار المخادرات يروجه للشباب خاصة للجداد الفئات العمري الصغيرة يقول لا يقدر الله إذا مسكوك أنت أحداث القانون يكون يعني يكون معلك شدة وأول مرة تحفظ قضية والجهات الأمنية راح توقف معاك لأنك أول مرة شكرا لك محمد يعني الواقع كثير من النقاط كنت أود أن أطرحها لكن الوقت سريع مر بشكل سريع شكرا لك محمد بن إبراهيم زجالي ناشط في مجال التوعية ضد المخادرات والمؤثرات العقلية شكرا جزيلا بارك الله فيكم مشكورين عن دعوة ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلتقيكم في الغد في قضية أخرى إلى اللقاء